اخر حاجة كابتل ابراهيم بنور الدين كان قال انه انت هيتم تحويلك للتحقيق وتفاصيل من هذا انه حصل حاجة لخلال ايام او ساعة الفتح لا لا محصلش الموضوع من يوم من ساعة ما قال انا عفكرة بطبيعي هادي جدا يعني ما نفعلش ابراهيم برضو مع الوقت هيبهادي اه لو الموقف ده انا مسؤول هو طبعا يا ابراهيم اولا مدير تنفيق مدير لجنة حكام اولا انا ما عاشت على سلطته ولا رئيسك الحكام انا عاشت على سلطته اه او انا ممكن اتكلم مع رئيسي التحقيق ده لجنة حكام ككلام ودي لكن اشين انت حوالي التحقيق ده مش موجود اقول لك الموقف ده الموقف ده منتال امان ده لو انا رئيس لجنة حكام وحصل نفس الكلام من كابتن عصام عفتاح او كابتن جمال غندور حتى لو انا اختلف معه استحالة اقول احاول التحقيق ده ناس اكبر مني وخبرات عني وادم مني زوقيا ما عملش ده فبراهيم كانت عايزنا اعتذر لا المفروض هو اللي اعتذر ليه لان انا في الاخر قادم منك وانت لما قلت حولك التحقيق ما يصحش ما يصحش حاجة زي كده تحسن انا عمري بعملها حتى مختلف مع كابتن عصام عفتاح ولو اختلف مع كابتن جمال غندور وطلوا وقالوا رأيهم رأيي المخالف للكلام اللي انا بعمله وشغل اللي انا بعمله كمسؤول استحال اقولوا محولهم التحقيق استحال هو بيقول ان انا عايز اجيب حق الحك او التحكيم المصري مش عايز ايحد يهاجم او ينتفي التحكيم المصري انا كل القلت رأيي انت عايز المشكلة في ابراهيم ايه ان السرع يعني هو وكابتن عصام لما خرجه يهاجموا هما اما اروي قصة المحارة وربنا سمح لي سأل السؤال انا ساتت سور بس لا والله انا جاءت والله انا جاءت الاجابة وعلى فكرة والاجابة انا مصرع عليها مش مش زعلام هنا هي هو ده اللي لازم يحصل لازم يعندك رؤية اللي جاي لازم تغير لازم تغير شامل للمنظوم القصة في الاخر هما لو ترياسوا شوية وسمع انا قلت ايه؟ هما سمعوش هما اروي كلمة محارة قال انا بس انت في التلمة بالفساد محصلش الموضوع خد 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 في اتجاعتني خالص احنا متعودين اصل حتى في المحارة دي معناها ان انا بعدل بس المكان بتاعي بس بقصة انا انا العازة ايه مع المحارة عش مبايض من جديد اه اه مكنش فيها اساءة خالص الكلام كله مفيش في اساءة لحد انا وانا انا بس يا كريم انا تربيتي واخلاق استحلاق سيء لحد ومعندش مشكلة مع احد من ناحية انا الشخصية النهائي انا كل اللي عندي رؤية لتطوير الشامل لتحكيم المصر انا ما دكش مشكلة مع احد شخصيا؟ من ناحية انا مفيش حاجة يعني انت لو عدوا مجلس داري اتحاد الكورة ممكن تجيب الكابتر ابراهيم نور الدين رئيس لك ده؟ اه الفترة اللي بقى الانتحاد الجديده الجديده لا صعب صعب محتاج فترة ياخد دورات انا وارده انا باخد دورات واطور من نفسي اللي محتاج لسه انه هو دلوقتي مش مؤهل انه يبقى في المنصب؟ لا طبعا مش مؤهل الكلام بمتال امان احنا ما يزعل شوه مني بس الكلام لا الناس دي باز انت بقى مؤهله عشان تمسك منصب المنصب ده جوب اسكريبشن لازم الراجل ده مؤهل المنصب ده لا فلو مش مؤهل بخبرات وتدريب وتسقيف ووصل لايه خده عشان يبقى في المكان ده ويملي مكانه ومنتهى الهدوء والشغل بس ما يجيبوش هو لازم تختار الاختيارات اللي هو معايير انت لو ما اخترتش الكفاءات والناس اللي تقدر تقدم كل ما عندها للتحكيم المصري مش هتنجح لكن لو طول وقت مشيت بحبيبي وصحبي وقريبي وقصة اللي ماشية دي مافش نجاح